اصدقائنا متابعينا شوانكم شخباركم شخباركم سوينا نحن نسوي حلقة خاصة مثل ما ذكرنا لكم عن سؤال وجواب لأسئلتكم اللي اجت طبعا بالتعليقات اجتنا أيضا أسئلة بالتليقرام فراح نعدي عليها طبعا نذكركم قبل ما نبدي هذه الحلقة أكيد وينا طبعا صديق البرنامج ألان شوانك شخبارك مساء الخير إبراهيم وصباح الخير ومساء الخير على كل المستمعين شهر جميعا خير سهلا بك نذكركم طبعا بالاشتراك بالقناة باللايك وسبسكرايب وإذا عندك سؤال سوى comment below إذا عندك question رح نتطرق عليه بالحلقات الجاية أيضا لا تنسون تروحون لمنصة ميض اللي بيها كل الحاجات الحلوة المنوعة الجميلة هذا الشي مهم خلنبدأ على طول أظن شكرا طبعا الوقتك اليوم جيت فيها طبعا نجاوب على أسئلة قناتي عندك سؤال على طول إليك واحد من التعليقات طبعا جيت فيها بحلقة من الحلقات إنه الدبيت كارد الإيلان اللي سويت لها شنو البطاقة اللي تستخدمها من يا مصرف اللي ذكرتها بالحلقة وشنو نوحة طبعا سؤال من محمد تحياتنا لمحمد حبيب محمد تحياتنا لك أكيد شوف ما عرفوا وين عايش بس أتصور أكو بنوك لبنانية بغداد وبصرة وبالاقليم يطرحون خاصية الماستر كارد ويقدر هو يشتري يعني يعني يفتح حساب مثل السويتش؟ وهذا البايرول هو يعني مو حساب يعني هو مدفوع مسبقا بس لأنه بايرول يشتغل على أغلبية المواقع أما الماستر كارد اللي بيها اللي هي اللي هي مدفوع مسبقا والدفع المسبق مرات تتواجه صعوبة تشتغل بمجموعة من المواقع منها جوجل باي ما تشتغل عليه بس يعني بالأخير أو باتريون حتى ما تشتغل عليه أو يمكن حتى نتفلكس مرة ما ما شتغلت عليه البري بايت مو البايرول البايرول يختلف يشتغل على كل يعني حول العالم أصلا فأكو بنوك لبنانية ما أقدر أسوي لها منش نخاف يعني بس يعني هي هو بنكين ثلاثة موجودين بالإعراق يعني أكيد هتعرف يعني هو سهل الموضوع فأكو أكو أكو غير هاي غير بنوك بس هذول اللي أنا أشوفهم أحسن حلو محمد عندك بعض سؤال بالموضوع هذا أكيد نورنا بالكومنت شكرا بريتني ماهوني طبعا سؤال الوراء واحد اسمها بريتني ماهوني تقول تتكو 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 بالديتيل نحطها بميزان العقل أنه الأشغال اللي ممكن تختفي بالنكس فايف أو تن يارز هي بين الأشغال اللي ستتحول من مانويل إلى مانويل أي شي نسوي مانويل سواء كان سواء كان مثلا ديتا انتري أنه أكسل شيت أو تلي ماركتنج بالتليفون ممكن هاي الأشغال يعني سواء روبوت ماشين لرنينج هي هاي الأشغال المهددة أكثر شي هوايا الناس ممكن تسأل بالتكفيل طبعا هو حسب المجال إذا إنت تكفيل يعني مثلا C programming language programming وهالكود اللي الناس دائما تتحاول تدرسه أكيد شي ممتاز ومفيد بس لا تفكر صير programmer لأنه هوايا من أنواع الروبوت وماشين هي هي تكون يعني على مدة طويل أشغال هوايا ألان عندك ببالك شي يعني ممكن يروح يعني حزب المجال مو أنا ما ريد أجاوب بهاي الصيغة إنه شي يختفي أجاوب من الجانب الآخر شنو هي الأشغال اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يخلق هم أي هي يعني من أهم هاي يعني الأعمال أو المجالات اللي ممكن تخلق هي إدارة هاي الروبوتات أو تقنية الروبوتات إنه أنت تفتهم إشان الروبوت سوه وإشان الروبوت يشتغل تروح تفتهم عالية عمل الروبوت والتроبل شوت اللي ممكن تصير بالروبوت ممكن أنت تصير مصلح روبوتات يعني يعني عادي كلش إنه انت تفتهم برمجية الروبوتات وشنون دا تشتغل قصد أنه راح تنخلق أشغال أخرى أشغال ممكن تروح لكن أشغال أكثر طبعاً هناك حلقة سويناها على هذا الموضوع الروبوتات شنو نوع الأشغال هل تقضي على وضائف البشر وشنو وضائف المستقبل تابعوها الحلقة موجودة أيضاً في قناتي إذا تحبوا نحط الرابط يعني هناك أشغال راح تروح لكن أيضاً بس هناك مكان هناك أشغال أكثر جداً أكثر وكما قال أتصور الـ Guardian إذا لقيتها راح أخليها بالتعليقات إذا ما لقيتها بعد قبل نشر الحلقة فنصيحة مثلاً دا يدرس فتحاجة أو دا ينظر إلى شغل على مدى طويل سوي ريسوريش على الشغل شوف أنه حطه بميزان العقل والأتوميشن أنه هل هذا ممكن يصير لأتوميشن ولا تنظر لشغلة الروبوتات والأتوميشن إنه هذا راح توخر الفرص بالشغل بالعكس راح تخلق هوايا حاجات اللي أنت لازم تركز عليها شون تقدر ما دام هاي الشغلة راح تكون موجودة شون أنت تقدر تكون مواكب بالشغل أو بالعلم حلو؟ أكيد صحيح السؤال الوراء محمد أبو ليان تحياتي لك وشباب سؤالي كيف استثمر في منصات إنستغرام اليوم؟ منصات شنو؟ إنستغرام إنستغرام آه يعني يفتح بيج وكذا وعي السؤال فو شنو؟ هو هذا السؤال ممكن جاوبة بجابتين إذا تقصد إنه استثمار في بورصة يعني of course إنستغرام آه إنستغرام إنستغرام is owned by Facebook يعني لازم تروح تروح للسطاك مع الفيسبوك شركة أوم آه يعني نصيحتنا للفيسبوك حاليا يعني خلنا نقول مو مثل يعني قبل ممكن أكو حاجات ممكن راح تحت تحت ضغط ضغط حكومي براه كل شي بس إذا كان اكتمال آه كمل إيه سوري احتمال إنه الحكومة الأمريكية تسوي مثل ما صار ويا Microsoft لما Microsoft اضطرت إنه تعذر شركة Internet Explorer عن الشركة الأصلية مالتها ما صناعت الحاسبات أو البرمجة عفوا قبل ما كانت تطرن حاسبات أو لابتوب Microsoft لأنه كان يجي Internet Explorer ويعني هو بلتن فالناس ما راح تروح تدور على أوبيرا أنه تنزلها ب 60-70 دولار لأنه موجود عندها فالحكومة الأمريكية قررت أنه لا لازم تعزلها على مد تكون أكو فيه وتدخل مجال المنافذة فيسبوك نفس الشي واتساب هو الرقم الوحيد يعني إذا تريد تحط سيرف اسم التكست البرنامج الوحيد اللي روح على إنستغرام هو الواتساب البرنامج الوحيد اللي إنستغرام تقدر أنت تتسوي بي سبونسر هو الفيسبوك وبالعكس فأكو مشاكل حاليا بتعدوا عن سهم فيسبوك مو نصيحة بس يعني هلقى الضغط من الحكومة الأمريكية ممكن تتسبب مشاكل الأسهم أو للمستثمرين فيسبوك It's not stable أما إذا يقصد إذا تقصد محمد إنه الاستثمار داخل الاب مع الإنستغرام أكيد هذا موش جديد يعني إنه الناس دائما تحاول تبت البروفال مع لاتهم يحطون فالوورز فأكو أكو هواية ناس يعني دايسوا مثلا بيجات مالكوكين يبيعون الانجريديات مالطبخ شلون حدي حصلوا منها فلوس أكو سماعت أكو ناس حتى يمكن عمل 13 سنة داي حصل 3000 دولار بالشهر يعني هذا شي مبتاز فحسب لازم يكون عندك نوع من أنواع ال users يعني يكون اكتف وياك It's not easy to build بس لازم يكون عندك منتج فريد من نوع سواء كان مثل ما ذكرت أنه ingredient مثل ما الطبخ شي يعني أو program مع exercise مع workout أو أنه منتج صدق فعلي حقيقي أنت تبيعه وتحط الweb site معتك طبعا يوجد إذا مثلا توصل لمرحلة عندك followers هواية طبعا مو سهل مو سهل جدا إنك إنك تبني يعني profile حاليا بإنستغرام إلا إذا عندك شي يونيك فنتمنى لك التوفيق طبعا صعب جدا في إنستغرام أنا أشوف أنه دائما تروح للتطبيقات الجديدة اللي تنزل إذا تريد تحاول تستاذ مرة إنستغرام منصة صارت قديمة تقريبا وكل موجود بها وكل يعني مبرز بها فروح للمنصات الأجدد منها زين السؤال اللي وراء نحتي عن mechanical engineering سؤال من حسن with clash شنو رأيك بالهندسة الميكانيكية بسوق العمل وكمستخدر بصراحة يعني رأيك كمهندس إنه anything engineering is growing الفيلد الهندسة دائماً بتطور حالياً في هذا العصر أي مجال تدرس في engineering هو ممتاز لكن سؤالي إلك شنو الموضوع اللي تحبه بالmechanical engineering لأنه إذا أنت قوي بهذا الموضوع فلازم تركز عليه مثلاً الفيزيكس الفلويد يعني شنو يجدبك زين إن شاء الله الثانية اللي أنت لازم أيضاً يعني تحاول تسوي أنه معظم الحاجات في الهندسة أنه تتطور من ناحية ديجيتال التكنولوجيا الرقمية أكثر أو الروبوتاتية أكثر زين من المتعارف عليه مثلاً تدخل مصنع قبل ممكن واحد محتاجين براسس انجينير منفاكتر انجينير ولا أنه هاي الشغلات مطالب حتى مع قدوم الروبوتات لكن أكو أرقام أكثر تدل على أنه يشتغل في الحاجات الرقمية المشين لرنينج البروغرامينج يعني الالكتركل فيد أكثر من ما يشتغل مكانك فيه واحد من يعني خننقول الأبليكيشنز اللي دسود حالياً في مجال خننقول السيارات ال-EV ال-Electrical Vehicles شون أن البطارية هي اللي تقوم أو تحل محل ال-Combustion Engine هذا المتعارف عليه فقلت خننقول لأن أنا حزب خبرتي بشركات ال-Mechanical engineers قلّوا في مجال ال-Engine وزادوا عنهم ال-Electrical People Electrical Engineers هذا ما يعني شي لأن أنا عندي أصدقاء Mechanical Engineers وعدم يعني Mechanical Engineering Degree بس دايشتغلون شغلات مو Mechanical تشتغلون شغلات ثانية زين نحول ال-Digital وال-Electrical يعني مادام أنت عندك ال-Discipline من ال-Engine ممكن يوفر لك باب بكل أحوال الخبرة أيضا أنت لعب دور فنصيحتي إذا أنت تدرس Mechanical Engineering سوّو ريسورش على الموضوع أنت اللي تريده إذا إذا شفت أنه هذا الموضوع يعني خلنا نقول ما بي future ليش ما أنت تبدل على موضوع آخر زين سواء كان بال-EV بال-AI بال-Machine Learning بال-Computer Science ليش لا صح له لا أو ممكن تحوين اثنين مو مشكلة يعني مدام أنت دارس ممكن يكون عندك Mechanical Engineering ويكون عندك ماستر بحاجة ثانية إن شاء الله أنه توفقت طبعا بإجابة على السؤال إذا تريد لديك سؤال ثاني أكيد نتشرف بيك بحلقاتنا وتتركنا comment سؤال اللي وراء إبراهيم داخل نعيم يقول أريد منكم حلقة بيها معلومات لطيفة وحلوة مثلكم على التسويق بالعمولة وهل هو صدق بيدخل عالي ويا ريت تخلونا عنوان للحلقة الجاية حبيبي براحيم طبعا عاشت لأسامي سوينا حلقات كل شوية صراحة على هذا الموضوع وعدنا حلقة أوعدنا بودكاست كامل منصة اسمها Deal Presso Deal Presso ورح تلقى رح تلقى أول شي إذا تروح على قناة ميل زين رح تلقى Deal Presso ورح تلقى الweb-saitات البودكاستات يعني تروح على Deal Presso طبعا مصطفى هو صديقنا العزيز اللي دا يقوم بالتكلم ويسوي لك update كل أسبوع تقريبا على اللي دا يصير وعدي حلقات حتى موجودة في قناتي تكلم عن استثمار في تسبيق بالعمولة وعدنا عن العملات الرقمية أيضا طلع عليهم شوفهم إذا عدك سؤال خاص أكيد نسوي لحلقة ونجيب مثلا مصطفى نستضيفه حتى يجاوبنا على هاي الأسئلة اللي عدك جاءت لي أسئلة هواية طبعا عن التعليم يعني يقول لك which countries are best to study other than USA and Canada طبعا الدراسة بأمريكا وكندا مكلفة لكن يعني بعض الدول اللي ممكن نحن ننصح بيها واللي دا حاول أنه قدم بيها يعني أجيب ناس تدرس مثلا من الصين عندي حلقة جاية نتظروها تابعوها عن شخص مقيم عراقي مقيم بالصين دا يدرس بالصين رح نتكلم عن نقيم التعليم هناك والحياة بالصين السويد أيضا على الست فرح نسوي هذا رح نسوي هذا المواضيع وياكم الآن سؤال أكو كامت أجت من هدير فؤاد تقول طبعا حشين أنا وياك على واحد مواضيع التعليم والتغيره وشون رح يتغير بهذا العصر وشون رح تكون نظرة المستقبل التعليم إذا تذكره يقولك وبالنسبة للتعليم اللي عندنا كل جه غلط وهو هاي ناس انظلمت وراحت اختصاصات ما تحبها بس لأنه طلع معدل شنو رأيك يعني الصدق يعني أحسن إنه لا يتغيره يعني هذا السيستم لازم ما يتغيره إنه ناس تحب في المجال بس لأنه مثلا they had bad day or they had a bad year وظلعوا معدل وخلص يعني راحوا مجال ثاني أقول الفرصة لا لا المشكلة إنه العراق إذا تدور بأسس هاي المشكلة هي مشكلة اقتصادية بحتة اقتصاد البلد معتمد على شيء اسمه النفط والحكومة هي تعين الناس إنه تطيهم شغل تعين مركزي وكذا وطيهم درجات وظيفية إلى آخر لما إن شاءت البلد تمر بحالة حروب وتعرف أنت بالحرب الجيش يريد طبيب ومهندس وجندي طبيعي كمام فالطبيب صار عنده شغل أوتوماتيكيا صار خلص هذا يتخرج يروح للطب للجيش خلص طب يروح للجيش يختم يصير جراح يصير واستشار يصير أي شيء حصل فلوس الدولة الطيبية المهندس نفس الشي الدولة الطيبية تبدون ما يدفع دينار إيجار يطو قاع يطو كذا فالبلد كان توجه عسكري هذا معب الآن مع الأسف الآثار الرجعية لهذا الموضوع حروب 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 بقى أكو رواسب تمام من هذا التأثير على مجموعة من الأهالي اللي هم كانوا مفضلين عند النظام أو عند الدولة أو عند الزمن خللي نقول مو عند نظام قصدي المهم يعني مفهومة الفكرة انغرست يعني انغرست صارت بمجتمع تمام بس أنت اليوم تشوف اللي طلعون فلوس أكثر يعني عالميا القانوني أو المحامي بالولايات المتحدة راتب أضعاف أضعاف الطبيب أضعاف أضعاف وها إذا أخذ إذا يقبل يأخذ القضية ماتك إذا أنت تحلم يأخذها تدخلها على فلوس طهية فهس شوية شوية صار توجه لا أكو غير قطاعات أكو غير منجالات أكو غير شي لأنه صار أكون فتاح بس الصدمة اللي صارت بعدها تأثر بعدها تأثر إلى بعد 10-15 سنة ممكن طبيعي تشوف الحدث أعرف ناس طلع لها طب ما تريد تروح عادي يعني أكو أكو ناس تروح ضد التيار حتى وهذا الشيء صح أنا ما أقول إنه إذا أنت طلع 96 إلا تروح طب لا طبعا أكيد تحاول تروح على مجال أنت تتوقع رح سوي بي زين مجال أنت تحب مجال أنت تترك أثر به ومو شرط مجال أنت تحب إبراهيم شرط مجال أنه طبيعتك شو تقول أنت ما ممكن إنه إذا لعب جسم كل طويل كل طويل تروح تلعب رياضة معينة ما تساعدك أو فتش لا القصد إنه تعرف توظيفاتك ومجموعة من العوامل تلعب دور فحاولوا دائما تفكرون يعني تشوفون شنو ممكن أو ممكن تروح مجال ما بأحد مثلا هس إحنا عندنا هندسة المرضية اللي خاصة بتحليل وكيفية إنشاءها وصيانتها هذا بحر هذا بحر هذا ما كو بالعراق يمكن أن ألف متخرج منها يروح ما كو أحد استفاد فهي النصائح يعني فكروا بيها شوية حلو حلو أعشتلك الآن أكيد طبعا التعليم سيستم لازم يتغير ويتطور بكل دولة مو بصراحة أنا نصاح العراق واحد من الدول إذا الناس هي ما تبدي إبراهيم ما حد حتعور ومعرف سؤال طبعا الحلقة الفاتت إحنا وإنا قاعدين وتحدث مع عمر فالحلقة ندردج بيها بصراحة دردشت أصدقاء بس حبينا أنه نفيدكم إحنا مدامنا ندردش عليها حبينا نسوي ريكورد ونحطينا وقلكم شغلة ترى ما حد كان يسوي ريكورد وما كو بادكاست أنا لحيد دست الريكورد وقلت يلا يسوي بصراحة أثار وزينترستنغ أنه واحد كاتب يعني مصطفى طبعا تحياته مصطفى شون تتحملون تحجون ويهي شخص مثل هذا أنس دعك منه أنه أنه فارغ فكريا ومهووس روحه أنه يفتهم ثانيا هو هواي أكو شباب عراقيين بالخارج ناتحين جدا ومحترمين ويعملون بصمت خذها قاعدة هذا مجرد يريد يسوي شولة أكثر آخر خذها قاعدة وعن تجارب شخصية الجانب كلش ما يحترمون الشخص اللي ينكر لأصله ويتخلى عن وطنه الأصلي يتخبلون منه طبعا وأنت أصلك عراقي وجنسية اللي تتأخذها هي بالانتساب أنت اللي بالعراق وتستمعون هذا أنس بدفعو لخمس دولارات هذا شنو عايتي يخك عليكم وشنو والله يقول لك خليها قاعدة خصوصا بأمريكا هنا الإنسان الناجح كلش يشتغل ما لاقل عن 12 ساع أكثر اليوم ما عندنا وقت يفتح تطبيقات وصوشال ميديا عنا يشتغل بشركة عملاقة على مستوى العالم خذها قاعدة أعمل بصمت أعمل بصمت أولا أعمل بجهد وقل استخدامك للسوشال ميديا ثانيا طبعا كرد نشكرك على كامة مالتك إذا أنت تستغل بشركة كبيرة وشركة عملاقة وواصل مكان إحنا شخص عراقي أو شخص عربي وإذا تريد مثلا خبراتك تفيدنا أو تفيد المستمعين يا ريت يعني دزل يهمنا ميسج إنه حاول تجيبك بحلقة حتى تفيدنا كلامك هذا مالتنا سواء كان في ميل أو أي قناة أو أي منصة مالتنا الثقافة والكرياسي وشون تفتعلك باب ونطق تجارب بالنسبة للأنس أو بالنسبة لأي شخص يجي مشارط إحنا نباوع بس على الثقافة يعني إذا أنا باوع على الثقافة الثقافة ما رح أصير ويا صديق وشريك بأي قناة أو أي منصة إيش ما نباوع على الحلقة اللي سونا مثل ما قال الله أنا حلقة عفوية وممكن أي واحد عنده رأي والأراء لازم تكون تختلف حتى الناس تتعلم وتتتقف وتتحاور ولا شلون الناس كلها نفس البيج حتى فكرة ما رح تتطور زين مجرد رأيي فقط أنه أنس شخص يعني عنده قاعدة جماهرية واشخاص يتابعوني زين هذا شي حلو زين الشي اللي احنا المفروض نتعلم مو من أنس لكن نتعلم من طبيعة الحياة أنه شون نقدر نوصل الفكرة مالتنا بدون ما يعني خلنقول بها غلط يعني مدعش على مصطفى بس دعشوف هواي كومنتات ثانية ما لها معنى أنه أنت تعبر حاط اسمك وفرحان تحط لي كومنت disrespect فعليش يعني أنا رح بوع لك والله هذا فكرته حلوة حبي أصلا أحس نفسك ما لتك عبارة عن هذا الغلط بس هذا اللي شفته بينما لو تقدم لي نفسك وتقول يا بقى أنا أشتغل بشركة فلان أنا رجال هيتش مسوي إنجازات وعدي رأي هيتش ورحطيك رأي هيتش هذا يعلي من قيمتك أكثر ما أنت تنص بصراح لو الشخص اللي دي حاول يغلط سواء كان بحال منصة منصة ثانية قبل ما تكتب القرق بالكيبورد فكر شن الكلمات هاي وش رح تنطي انطباع على نفسك زين ألان شوف عندي بس شغلة أنا أكثر واحد ممكن أكون هواي شغلة ضد أنس ما بيش اختلاف العراء يعني هسان اختلاف يختلاف هواي حاجات ألان هواي شغلات كل طبيعي أنس عند شغلات أنا أقول مثلا مثلا واحد من البودكاستات من أنس أنا لها سمكة حلقة وعند بودكاست لأخ أنا ما فوت حلقة هو مو مو إذا أنا اختلف بالرأي وياك بنقطة مو معناها أنا وياك ما نقدر نشتغل إذا احنا نفكر هي شي شوف اليوم شركات عملاقة Airbus Airbus مكون من إيطاليا فرنسا بريطانيا معظم دول الأوروبا هذول أجهان بينتهم حربين وواحد كان يكره اللاخ حقد مخيف بس لما أنت تريد تسوي شي زين وتبني اقتصاد صح وتبني مشاريع حلوة تلتقي لازم تلتقي احنا نبقى نفكر والله أناس هيتش يفكر أناس أناس بالحلقة ساعة تناقش ويا أقول غلط واحد يقول واحد يهجم من العراق حس واضح أناس أقول أنت غلط يعني تر عادي شو أناس ما يضوج وأناس يحاول يجي يقول لي يابا أكو واحد ثانين ثلاثة أقول أوك أنت صح بس أنا أشوف واحد ثانين ثلاثة موجودة وأناس يعرف باي الشغلات وأبد وبالعاكس نتشاقة وميانة وضحك ومرات نتناقش ومرات هو ما يكون على رأيه وعني ما يكون على رأيه وشغلات تتفق بياها بس لن خلي أنه يعني لن شخص الشغلات حاول أول شي اتعرف على ناس أحكي ويقول يا باني عندي هيتش شغلة هيتش فكرة شنو رأيك شوف هو شنو شوف هو تقنيا اللي هو دي إذا أنت تعرف أكيد فلنفرض أنك تعرف إذا هو فارغ شوف روح شي ترى ولد كل طبيعي جاوب يواحد يعني بس يعني دخلينا إنه شخص يعني إذا شخص الشغلات والله ما رح نتقدم متر واحد مو بس ميل واحد أوكي روح على مين سوي سبسكرايب وسوي ريفيو على بودكاست جوجل بودكاست هاي السؤال في كلها رجاء أي شخص يجي مو شرط أنه نتبنى الأفكار نعزم على حلقة نتحاور وياها نحاول نستفاد من التجارب نحاول نستفاد نتذكر شغلات معينة بالأخير أنا سعند عراء أكو بيها أحنا ضدها أكو بيها أحنا وياها عادي تمام بس هل من الممكن أنه تتعامل مع أي واحد عراقي كلش طبيعي عادي حتى إذا أنت ما تتفق وياه 90% من الأعراء مالتها إذاكو مجال 10% وتقدر تسوي منتج حلو فالتطبيق حلو فالتموقع حلو سويها بناء على 10% تحياتي إلك محمد مصطفى تحياتنا إلك وتواصلوا إذا عندك أي فكرة أي شي تريد تحاول وبالعكس اشتغلوا بصمت هاي مشكلة نفس الوقت أنت لازم تشارك عرائك تشوف يعني شارك ما بيها شي إحنا نشاركوا بلكي تجيك أفكار بلكي أنت تطيني أفكار ما بيها شي وشغله بصمت يعني ما رح ما رح نوصل بالأخير ما رح نوصل يعني أكيد مجالات بس أكيد يعني إحنا نحاول نجيب خبراتنا أبدا عندنا خبرة عندنا خبرات وهكذا أكو شغلة مهمة قبل فن الرد طبعا نحن دائما نحش بمواضيع الفن الرد لو نتعلم من الشركات الشركات الكبيرة العملاقة نحن بأمريكا مثلا لما مثلا أنت تروح بميتنج حيجي لك واحد يطيك معلومة أنت تغتل في الرأي ويا شون رح تجاوبه أنا متأكد مليون بالمئة كعراقي دمك حار رأسا تقول I disagree I don't think so رأسا تحارب ويا يعني شون تبين أنت عندك leadership skills وعندك soft skills تعلم تعلم الفن من أجانب رأسا يقول بطريقة ممتازة يقول Oh I thought this was this way أنا تعتقد أنه كذا رح يصير أو مثلا رأسا يجاملك ممكن يقول interesting point يقول الpoint مالتك كلش حلوة مفيدة ممكن لكن أنا شفت result بطريقة أخرى يعني ماذا يحبط من نفسيتك لما أنت تضطي معلومة غلط أكيد هذا موضوع مهم جدا هذا موضوع كلش مهم يعني شاركونا رأيكم أصدقائنا وكتبونا أي شي تحبون أن نسوي نحتي به بالأخير رح نرد عليكم والكل مرحب به تكونوا ضيوفي يعني تطلعون يعني تناقشونا تتصلون علينا أصدقائنا هاي الحلقة سؤال وجواب إن شاء الله يعني جاوبنا على معظم أسئلتكم عندكم أسئلة ثانية أكيد تلقونا بالكامل تتلقوني أنا موجودة هنا بقناة ميل ميل بلاتفورم لازم ترحولها تسوي الاشتراك إذا ما مشترك تسمعوني حلقات حلقات مفيدة ومتنوعة وصوونا كفر هاي أسئلة ممكن راح تسأله أوكي شكرا الله على وقتك طبعا تحياتنا للجميع وشوفكم إن شاء الله بحلقة جاية السلام